أهلا بكم رسمياً ومن بكرة هيتم تنفيذ الرسوم الجديدة في قانون المرور الجديد وده بعد ما تم إعلانه النهاردة وده بعد ما تم إعلانه النهاردة بشكل رسمي الزيادة الجديدة في الرسوم الترخيص اللي هتتطبق على ملك السيارات الملاكي والأجرة هنعرفكم إيه هي الزيادة وإزاي هيتم احتسابها تابعونا أعلنت الحكومة تنفيذ التعديل الجديد على قانون المرور وهو قانون رقم واحد لسنة 2021 تعديل بعض أحكام قانون المرور والتعديل ده هيفرد رسوم وضرائب بقانون المرور الجديد عن كل عامل الترخيص عن السيارات من الاسم المختص والزيادة دي هتكون لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الزكي والزيادة دي هتكون بنسبة 6% سنوياً من أصل قيمة الرسوم المفروضة وهتروح الزيادة دي لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الزكي وكمان تعديل شمل وضع وتثبيت ملصف مروري الإلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة بيصرف للسيارة وهو اللي بيشمل تعريف السيارة وبيدفع المرخص رسوم ليه ما تقلش عن 75 جنيه وما تزيدش عن 300 جنيه وده يكون حسب التغييرات أو الإضافات لكل سيارة وهيتم ساداته نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية وحدد القانون السيارات المعافية من رسوم الترخيص الجديدة وهي سيارات وزارتية الدفاع والإنتاج الحربي والدخلية والسيارات الأخرى اللي بيحددها وزير الدخلية بنفسه وده بيكون بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القام وكان مجلس النواب وافق نهائياً على تعديل قانون المرور الجديد ولشمل تعديلات في الرسوم والضرائب عند ترخيص السيارات وضرورة تركيب الملصف الإلكتروني وهيتم فرض غرامات في حالة إطلافه أو تغييره وده معناه أن القانون المرور الجديد حدد شروط جديدة في ترخيص السيارات وهتشمل شروط التجديد وقيمة الضريبة والرسوم المطلوبة لإتمام عملية الترخيص واللي بتختلف من سيارة للتانية حسب الساعة اللي ترية وشروط ترخيص السيارات تبقى للقانون الجديد هي سادات الضريب والرسوم المقررة تبقى للساعة اللي ترية للسيارة دفع التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية النشأة عن حوادث السيارات استفاء السيارة شروط الأمن والمتانة يشترد تركيب جي بي اس في السيارة وهنيجي بقى لرسوم السيارات بعد الترخيص الجديدة واللي هيتم تنفذها من 2 مارس 2021 رسوم السيارات حسب ساعتها اللترية هنحسبها ازاي هقولكم بالتفصيل ماللاكي 60 جنيه عن السيارات اللي ساعتها اللترية أقل من 1300 سيسي 75 جنيه عن السيارات ما بين 1300 ل 1600 سيسي 150 جنيه للسيارات اللي ساعتها اللترية ما بين 1600 ل 2000 سيسي 250 جنيه للسيارات اللي ساعتها لتريق أعلى من 2000 ل2500 سيسي 350 جنيه للسيارات اللي ساعتها لتريق أعلى من 2500 سيسي 1000 جنيه عن سيارات الجمرق 20 جنيه عن الدرجات النارية 200 جنيه عن أوتوبيس الخاص 200 جنيه عن أوتوبيس الرحلات 200 جنيه عن أوتوبيس النقل العام 200 جنيه عن أوتوبيس السياحة و50 جنيه عن أوتوبيس المدارس و25 جنيه للأجرة و25 جنيه للتوكتوك 400 جنيه للسيارات المقطورة و50 جنيه لسيارات الحكومة و50 جنيه لسيارات الكطاع العام و50 جنيه لسيارات المحافظة و500 جنيه لسيارات المعدات الاستقيلة و50 جنيه للمقطورات الزراعية و100 جنيه لسيارات المنطقة الحرة و50 جنيه لسيارات الهيئة الدبلوماسية و50 جنيه لسيارات الملاحي المميز و50 جنيه للجرار الزراعي و50 جنيه لسيارات تحت الطلب وبالنسبة لرسوم الملسق الإلكتروني واللي وصلت عقوبات القانون لعدم وضع ملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخباء أو نقله لمركبة أخرى واللي هيخليه يفقد صلاحيته هي أن اللي مش هيلتزم بوضع الملصق اللي هتتطبق عليه عقوبة حبس في مدة لا تزيد عن 6 شهور وبغرامة ما تقلش عن 300 جنيه وما تزيدش عن 1500 جنيه أو واحدة من العقوبتين دول أما خطوات تجديد رخصة السيارة هتكون شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة اللي ترغب في تجديدها أخذ بصمة مطور وشاشة السيارة من خلال المهندس المختص اعتماد التفاية بشرط أن تكون انتاج أقل من 5 سنين في حالة عدم تحقيق ذلك بتكون ملزم بشراء تفاية جديدة وسعرها 300 جنيه مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمسلس ولسعرهم 125 جنيه مع تزديد رسوم 30 جنيه التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق الملف رسوم التجديد الرخصة للسيارة 750 جنيه ضريبة وبتختلف حسب السعر للسيارة بوليس التأمين إجباري بـ 300 جنيه دفع الرسوم ملصق إلكتروني 225 جنيه ورسوم تطوير اللوحات المعدنية رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الزكي واللي هتبدأ من 60 جنيه وتصل لـ 350 جنيه حسب السعر للسيارة وبعد دفع الرسوم المطلوبة بيقوم الموظف بمراجعة الملف وبعدها بيتم استلام الرخصة اشتركوا في القناة